لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرز الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسما لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايماري ثري الصف الثالث الابتدائي تيرم تو التيرم التاني ولسه بنكمل مع بعض شابتر وان الابتدائي او انماط التغيير والنهاردة هناخد لسون فور في شابتر وان وهي بتتكلم عن حاجة جميلة جدا how to write a story او ازاي نكتب قصة وزاي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم planning my story planning my story يعني التخطيط بتاع القصة بتاعتي planning يعني انخطط my story طبعا القصة بتاعتي فهنا طبعا صدقنا ده لسه جاي من الاسكول دلوقتي وبيقاب البابا فبيتكلم معايا عن اليوم الدراسي بتاعه وحصل فيه ايه فهنا بيقول لنا read and learn then answer read اقرأ and learn اتعلم then answer ثم جاوب بعد كده فهنا الاب بيقول hello رامي ازايك يا رامي how was your day at school how was your day at school كيف كان يومك في المدرسة فرامي بيقول له hello dad it was interesting it was interesting interesting يعني شيق كان يوم شيق وجميل our teacher المدرسة بتاعتنا discussed يعني نقشت with us معنا how we have advantages over animals advantages يعني مزايا advantages مزايا حاجات ربنا اميزنا بيها over animals عن الحيوانات يبقى مرة تانية hello dad it was interesting our teacher discussed with us how we have advantages over animals as we can change the environment as we can change the environment لاننا مثلا نقدر نغير البيئة اللي حوالينا around us اللي هي حوالينا to survive علشان نقدر نعيش and feel comfortable feel comfortable يعني نشعر بالراحة نبقى مرتحين اكتر يبقى ربنا ميزنا عن الحيوانات وعندنا مزايا عن الحيوانات ان احنا نقدر نعمل change للانفيرومنت around us ان احنا نقدر نغير البيئة حوالينا علشان نقدر نعيش أو to survive and feel comfortable comfortable يعني مرتحين مرتحين اكتر feel طبعا نشعر بالراحة فيانا الفازر بيقوله yes dear yes dear نعم يا عزيزي humans البشر are blessed blessed يعني ربنا منحنا عندنا منح كتير اوي with such an advantage with such an advantage بالميزة دي يعني ربنا منحنا الميزة دي and that's why وعلشان كده we can live in many different environments احنا نقدر نعيش في بيئات كتيرة مختلفة across the world عبر العالم while most animals بينما اغلب الحيوانات live in specific regions live in specific specific يعني محدد regions طبعا مناطق محددة علشان كده البني ادم بيقدر يعيش في بيئات مختلفة حول العالم لكن الحيوانات او اغلب الحيوانات بيعيشوا في specific regions او في مناطق محددة يبقى مرة تانية yes dear humans are blessed with such an advantage and that's why we can live in many different environments across the world while most animals live in specific regions زي ما قلنا من شوية فرامي بيرد على بابا ويقوله exactly exactly يعني بالضبط and she asked us وهي كمان سألتنا how humans كيف البشر survived عاشوا during floods في اوقات الفيضانات that we previously learned about اللي احنا تعلمنا عنها قبل كده and i answered وانا جاوبت by building barriers by building barriers ان هما بنوا حواجز علشان يحموا نفسهم من الفلادز او من الفيضانات زي مثلا عندنا في ايجبت كان فيه دايما بيحصل فيضان في نهر النيل قبل ما نبني السد العالي بتاعنا فالمصريين بنوا السد العالي علشان يحموا نفسهم في وقت الفيضان ان النيل ما يعلاش قوي ويغرق الارض بتاعتنا ونستفيد من المية دي بدل ما تروحها الفاضي احنا تعلمنا دا قبل كده exactly and she asked us how humans survived during floods that we previously learned about and i answered by building barriers وبعدين رامي بيقول and by the end of the class في نهاية اليوم الدراسي the teacher المدرسة assigned us خصصت لكل واحد فينا to write a story ان هو يكتب قصة about how a human could adopt to survive and feel comfortable if he or she lived in the north pole all the year يعني عن كيف ان البني أدمين adopt يعني بيتكيف to survive ان هو يعيش and feel comfortable ويشعر بالراحة if he or she يعني لو هو أو هي lived عاش in the north pole north pole اللي هو القطب الشمالي all the year all the year طول السنة with respect مع احترام طبعا أو مع مراعاة يعني ويشعر بالراحة to write a story الخاصة بالstory writing أو بكتابة القصة تعالوا نتنال البيتج اللي بعد كده خليكم معي طبعا يا أصحابي elements of story writing أو عناصر كتابة القصة هي who are the characters who are the characters أو من هي شخصيات من الشخصيات اللي موجودة في story بتاعتنا لازم نحدد characters أو الشخصيات اللي موجودة في القصة ثاني حاجة a clear setting clear setting يعني مكان واضح where يعني أين للمكان and when ومتى للزمان لازم نوضح كده ونحدد الstory دي مكانها فين والزمن بتاعها امتى طبعا ثالث حاجة if there is a problem in the story لو كان في قصة في الstory بتاعتنا احنا بنناقش مشكلة معينة how does it get resolved ازاي المشكلة دي هتتحل يبقى لو عندنا اي problem بالنقش في الstory بتاعتنا ازاي هي يحصل لها resolve وهتتحل رابع حاجة use the steps of writing process استخدم طبعا الخطوات بتاعت الكتابة بيقول لنا هنا remember remember تذكر steps of writing process خطوات الكتابة طبعا اول حاجة brainstorming او plan اللي احنا نعمل عصف ذهني نقعد نفكر مع بعض لو احنا group مثلا منكتب story معينة كل واحد فينا يفكر الstory دي شكلها ايه ونتبادل الاراء ده اسمه brainstorming او عصف ذهني احنا خدناه السنين اللي فاتت ثاني حاجة drafting ان كل واحد يبقى معاه مسودة ان كل واحد يبقى معاه مسودة يكتب فيها طبعا الافكار بتاعته علشان ما ننساش الافكار بتاعتنا ثالث حاجة طبعا reviewing ان احنا نعرض ونستعرض الافكار بتاعتنا اللي احنا كتبناها في المسودة دي مع بعض وبعدين نرتبها بشكل سليم علشان نكتب الستوري بتاعتنا بشكل سليم اخر حاجة البابلشنج البابلشنج او النشر خلاص احنا كتبنا الستوري بتاعتنا الجميلة واتفقنا على كل افكارها وبعد خلاص في شكل قصة جميلة نقدر نعمل لها بابلش او ننشرها وده اسمه البابلشنج او النشر دي طبعا الستيبس أو رايتنج بروسس او القطب الشمالي وازاي انه ممكن حد يعيش هناك على مدار السنة فهنا طبعا بيقول لنا هيلب رامي ساعد رامي بلان انه هو يخطط او يعمل برين ستورم انه هو يعمل عصف ذهني ده ستوري للقصة بتاعته فاول حاجة ايه هي الكاراكترز اللي ممكن تكون موجودة في الستوري بتاعته طبعا لازم نكون محددين الكاراكترز الموجودة في الستوري تاني حاجة بيقول لك الاماكن والاوقات بتاعت الستوري اول حاجة لازم تبقى نورث بول او القطب الشمالي طبعا الTIME بتاعنا all the year او على مدار السنة تالت حاجة بيقول لك what is the problem what is the problem ايه هي المشكلة اللي ممكن تكون موجودة في الستوري بتاعتنا وعايزين نعمل لها resolve او نحل لها طبعا بيقول لك the extreme cold weather او التقس البارد جدا extreme cold يعني بارد جدا weather التقس البارد جدا زي ما احنا عارفين النورث بول او القطب الشمالي بارد جدا طول السنة وهو كله عبارة عن تلج فطبعا دي problem كبيرة هتواجه اي حد هيعيش هناك all the year او طول السنة اخر حاجة بيقول لنا how is the problem solved how is the problem solved ازاي المشكلة دي هتتحل طبعا الانسان هي adapt او هيتكيف مع التقس ده ويبتدي يلبس دوم تقيلة جدا بقى ويبتدي بقى يرتب حياته على ان التقس حواليه هيفضل برد كده على طول ده طبعا advantage ربنا ادهالنا زي ما قلنا من شوية نحنا نقدر نعمل adapt او نعرف نتكيف يعني مع الانفيرومنت حوالينا ونغيرها كمان بحيث ان احنا نقدر نعيش او نعمل survive وكمان feel comfortable او نشعر بالراحة وحنا عايشين في المكان اللي احنا موجودين فيه مش عايزين كمان ننسى ان اي story في الدنيا لازم يكون لها beginning او بداية طبعا البداية دي بنستعرض فيها الشخصيات بنستعرض فيها المكان الفكرة العامة بتاعة story وكمان لو فيه مشكلة بتواجهنا في story دي نتكلم عنها middle middle او الوسط او قلب story بتاعتنا اللي هو بيبقى فيه الاحداث بتاعة story كلها وطبعا ال end او النهاية طبعا ازاي ال problem دي حصل لها resolve او او اتحلت وطبعا نهاية story بتاعتنا يبقى فيه ثلاث اجزاء لأي story البجيننج وبعدين الميدل اللي هو قلب story وبعدين ال end اللي هو نهاية story وطبعا من الحاجات المهمة جدا للا story بتاعتنا لما نعمل draft ونعمل review بتاعتنا مع الجروب بتاعنا في classroom المفروض كمان بنختار في اخر حاجة بعد محددنا طبعا كل الافكار ان احنا نعمل لها publishing او ننشرها ونعرضها مثلا قدام اصحابنا في classroom و our teacher المدرس بتاعتنا يبقى نقول لهم story بتاعتنا اسمها هكذا ده اسمه story title او عنوان القصة ودي طبعا خطوات كتابة story او ازاي نكتب story جميلة وازاي نقدر نراعي elements of story writing او عناصر كتابة process او خطوات عملية الكتابة ده كان درس النهاردة اتمنى انت تكون استفادت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سایب لكم links بتاعتها في description او